أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار الكويتية صالح السلمي الحرص على دعم العاملين في قطاع الاستثمار من خلال الفعاليات التدربية لتنمية قدرات ومهارات كوادر الشركات وخاصة الكوادر الوطنية جاء ذلك على هامش عقاد الجمعية العمومية العادية الثامنة عشر للاتحاد مشيرا إلى استثمار الاتحاد في تأدية الدور المنوط به تجاه شركات الآضاء وكذلك قطاع الاستثمار وبيئة الأعمال في دولة الكويت بعقد لقاءات مع ممثلي السفرات الأجنبية والترويج لأنشطة الشركات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني